بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدرس الثاني من دروس تعليم الغراجات المبتدئين من درس السابق قمنا بكتبة برنامج My Salam Program ويقوم بطباعة السلام عليكم هذا هو برنامج ورأينا انه الخطوة اللي كتبتها برنامج ثم حفظ الملافق ثم عمل Compile في Terminal ثم بعد ذلك تنفيذ الخطوة الثالثة عمل Compile ثم الخطوة الرابعة تنفيذ البرنامج هذا طبعا رسم الخطوات اللي قمنا فيها وأولا كتبت الجافا كود برنامج Doot Java ثم بعد ذلك استخدام برنامج Java C ثم بعد ذلك استخدام برنامج Java Virtual Machine طبعا الجافا سير راح يعطينا البيت كود أو Doot Class وهو ملف غير مفهوم بالنسبة لنا لو افتحناه لكنه مفهوم بالنسبة لجافا فرشو الماشين تستطيع تنفيذه ثم بعد ذلك تجاب فرشو الماشين Java Virtual Machine أو آلة جافا الاقتراضية راح تكون تنفيذ البرنامج وميزة Java طبعا انه مجرد انه وجود عندنا البرنامج هنا ما نحتاج نسوي اكثر من عملية Compile لكل Operating System نسوي عملية Compile واحدة وبعد ذلك جافر شو الماشين هي اللي راح تتكفى بتنفيذ البرنامج هذا على أي Operating System سواء Windows أو Linux أو MacTosh أو غيرها من ال Operating Systems مثل الاندرويد مثلا في الجوال هذا طبعا عكس لغات أخرى مثل لغة C أو لغة C++ واللي فيها نحتاج انه لما نكتب السورس كود نحتاج انه نسوي Compile مختلف لكل ماشين لكل Operating System نعمل عليه طيب في الدرس هذا راح يكون عن كيف تسوي Installation للجافا كيف تثبت برنامج جافا طبعا لأسف ما عندي Windows فأحاول يعني قادرا مستطعني أشرح لكن موجود عندي جهاز Macintosh قبل ما نتكلم عن عملية تثبيت أبغى أشرح بس بشكل سريع عن مكونات الجافا أو يسمونا Java Platform Standard Edition هذه يسمونا JSE Java J2SE هذه الكلمة المستخدمة خلونا نكتب الكلمات حتى نحفظها لا تكون واضحة طيب في عندنا J2SE اللي هي Java 2 Standard Edition وليست الخاصة بالشركات في Enterprise Edition طيب فهذا J2SE اللي هو Platform Standard Edition طبعا كلها Virgin يكون في 5 في 6 في 7 الآن موجود حتى 8 فتلقى يكون 8 أو 1.8 على حسب يعني طيب هذه الجافا هذه وش موجود فيها حتى بس نفرق بين في شي نسميه Java Virtual Machine وهذه هي Java Virtual Machine تلاحظون هنا هذه فقط الجزء الأزرق هذا هو Java Virtual Machine Java Virtual Machine هنا اللي هي آلة جافا الافتراضية معناها آلة جافا الافتراضية Java Virtual Machine أو نختصرها JVM فنختصرها JVM اللي يتساوى Java Virtual Machine ومعناها آلة جافا الافتراضية وهذه هي اللي تقوم بتنفيذ الأوامر نزين لما نكتب الأمر Java لما نكتب الأمر هنا Java نزين فإن هذا الأمر يقوم باستدعاء على Java Virtual Machine اللي كي تقوم بتنفيذ الأوامر نزين فعندنا إذن Java Virtual Machine غير Java Virtual Machine عندنا شي يسمونه JRE Java Runtime Environment اللي هي هذه الجزء هذا زين الجزء هذا كله بيأكمل ومن الأخضر هنا إلى الأزرق هذه Java Runtime Environment اللي هي JRE Java Runtime Environment زين اللي هي بيأة عمل Java أو بيأة الرن تايم الخاصة بجافا زين وهي بكل بساطة هي تحتوي Java Virtual Machine اللي تقوم بتنفيذ البيت كود بالإضافة إلى عدد كبير من اللايبراريز الزين واللايبراريز اللي هي عبارة عن برامج آآ مساعدة لنا مثل مثلا لما نستخدم System.out.println اللي استخدمنا في المرة السابقة وفي الحق استدعينا مجموعة من اللايبراريز أو مجموعة من البرامج الموجودة في الإنفوت والأوتوت زين فا System.out.println قمنا بتستدعى مجموعة من البرامج الموجودة هنا طبعا مهم يعني مو مهم جدا أنه الشخص يفهم يعني هالي شيء بالتفصيل ولكن فقط حتى ما يتلخبط لما يدخل مواقع يحاول ينزل جافا حتى يكون واضح له بالنسبة له الصورة عن الأجزاء المختلفة فما يتلخبط طيب إذا بعد عندنا java virtual machine jvm عندنا jre java runtime environment وهي تحتوي java virtual machine زائدا اللايبراريز زين وعندنا jdk java development kit عندنا jvk وهي java development kit زين وهي حزمة تطوير java حزمة تطوير برامج java والjdk هي تحتوي بالإضافة إلى إلى الجافة virtual machine والليبراريز الخاصة بالجافة تحتوي على البرامج مثل java c الكمبيلر حق الجافة والدكومنتيشن حق الجافة أو التعليمات اللغة الجافة وبرامج أخرى وهي طبعا مهمة للمطورين مطورين برامج جافة في ذلك يهمنا أن نعرف jdk حنا راح نطور برامج جافة بالله فذلك يهمنا أن نعرف أنه راح نستخدم أو راح نحتاج jdk زين بالنسبة للناس اللي يستخدمون برامج جافة فقط يعني ينزلون برامج جافة ويشغلون على أجهزاتهم بدون ما يكونوا مطورين لا يحتاجون إلا الجافة فقط زين اللي هي الجافة الشو المشيه مع اللايبراريز بالنسبة لأنك مو برامجين لغة جافة يحتاج jdk وليس فقط الجافة طيب من وين ننزل البرنامج الجافة طبعا ما راح ننزل عندك خيارين دائما يا إما أنك تنزل طبعا من موقع أوراكل من شركة اسمها أوراكل زين عندك خيار إما أنك تنزل الجاري أو تنزل الجي دي كي زين وحنا طبعا ننزل الجي دي كي حتى يكون عندنا الجافة سي بالإضافة إلى الجافة فيرش والمشين طبعا هذا هو هذا الموقع الشركة زين ومن هنا الداولود ممكن تبحث في جوجل جابا داولود جابا مسافة داولود زين راح يطلع لك هذا النتيجة الأولى طبعا ننزل جابا اس اي اللي ستاندرد ايديشن زي ما قلنا وليس الانتربرايز لأنه ما نروحك للشركات نبغى ستاندرد ايديشن فهذه الستاندرد ايديشن اللي هي تحوي هذه الجافة ستاندرد تحت تحوي كل الأشياء هذي فيها طبعا لما ننزل الجافة ستاندرد ايديشن راح ننزل الجي دي كي وليس الجي دي كي طبعا الموضوع دا شوي لاخبط في ذلك حاولت أني أحاول أني أروح بشكل تفصيلي حتى تفهم مش هلشي اللي تحتاج أنك تنزله فإذا من هنا روح جابا اس اي داولود فبعدين هنا جابا بلاتفور جي دي كي طبعا ممكن تنزل فيرجين 8 على راحتك يعني في 8 في 7 زين فآخر شي نازل 8 فنضغط هنا أداء على داولود زين اللي جي دي كي اللي هي جافا اس اي دي بلوبمينت كيت الفيرجين 8 أو الإصدارة الثامنة طبعا تختار من هنا أول شي تختار لازم أكسبت أنك تقبل بهذا هذي شي مهم جدا ولما راح يسمح لك وبعد كده تختار ويندوز زين ومهم جدا انك تختار هال ويندوز اللي عندك ويندوز بغض أن نظر هالو ويندوز 8 ولا 7 ولا ويندوز XP هل الويندوز اللي عندك 64 bit أو 32 bit للأسف طبعا ما استطيع أن يمدك بالتعليمة هذه لكن غالبا الأجهزة الجديدة تكون 64 bit زين زين أهم شي إنك لما يكون الويندوز 64 bit لازم تكون الجافة 64 bit لازم يكون فيما بعد برنامج الأكلبس راح شوف فيما بعد يكون 64 bit لازم يكون كل شي 64 bit زين فأحفظ المعلومة هذي ولازم أن تعرف إذا كان جهازك أو الويندوز اللي عندك 64 bit أو 32 bit غالبا الأجهزة الجديدة خصوصا الويندوز 8 غالبا تكون 64 bit زين فإذا هنا الفرق بين التينتين هذا 32 bit زين بغض نظر عن المكتوب هنا وهذا 64 bit تختار واحد منهم وتسوي له download لما تسوي له download طبعا راح يكون عندك setup عادي يعني زي 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 أي برنامج ثاني راح أشوف الفيديو هذا بشكل سريع الفيديو هذا استعرض عملية setup زين طبعا دخل على برنامج نفس ما سوينا الآسف طبعا ما عندي ويندوز فمضطر أني أفتح الفيديو طبعا قام بعملية تنزيل الجافة ثم بعد كده بعد ما انتهى من تنزيل الجافة راح يوريك هنا فتح command prompt زين في الويندوز اللي هو سطر الأوامر وورك أنه لما يكتب java c زين فانه يطلع له الكلام هذا java c is not recognized as an internal or external command معناته أنه java c غير معروف بينما الجافة معروف راح بنوطلع له فلاحظ أنه بالنسبة له هو موجود عنده jre اللي هي هذه jre الجزء هذا اللي هو الجزء اللي نحتاجه لتنفيج برامج الجافة بما فيها java virtual machine ولكن ما عنده jdk هذه اللي هي development اللي فيها java c اللي نحتاجه عشان نسوي كومبايل برامج الجافة زين فلذلك عطاء error لما كتب java c وهذه الإررر اللي غالبا راح تطلع لك لما تتحاول في الويندوز أو حتى في linux أو macintosh لما تتحاول تسوي java c زين فإذا لما طلعت الإررر هو يوريك أنه ما هم موجود عنده بعد كده لما انتهى من عملية بدأ الانستوليشن طبعا الانستوليشن سهل نيكست نيكست طبعا هو لاحظ أنه ينزل سبعة وليس ثمانية زي ما شفنا هنا في الموقع هنا كانت الجافة الإصدار الثامنة زي ما قلنا ثمانية هو نزل سبعة ما تفرق أنت ممكن تختار سبعة أو ثمانية بس ما تختار ستة ستة قديمة شوي ولاحظ أنه java development kit jdk بعد كده بعد ما انتهى من الـ download راح يتأكد أن الجافة موجودة عنده كيف تتأكد أن الجافة صرت موجودة عندك لاحظ أنه تروح الكمبيوتر الـ local disk الـ uc program files تلقى فيه شي اسمه جافة مجلد اسم جافة تحت مجلد جافة تلقى شي اسمه jdk بالإضافة للـ jr-e غير من الـ jr-e تكون موجودة مسبقا لكن راح تلاحظ وجود jdk لاحظ أنه jdk عنده 1.7 لأنه نزل الإصدارة السابعة وليست الإصدارة الثامنة ممكن أن تطلع لك jdk 1.8 زين وهنا الـ update الرقم الأخير هذا 09 هو الـ update وممكن يظهر لك هنا هذا jdk الإصدارة الثامنة الـ update 20 زين jdk الإصدارة الثامنة الـ update 20 هذا اللي موجود حاليا أنا لما دخلت على الموقع الراكل لما هو نزله كان عنده jdk الإصدارة السابعة الـ update 9 نزيل طيب الآن عرفنا وين المفروض يكون يعني هو انتهى من الـ download انتهى من الـ installation من التثبيت الـ java الآن الثاءة java موجودة هنا الخطوة التالية بعد كذا أنه يعرف السيستم على طبعا راح يستعرض هو الملفات اللي موجودة وهذه اللي زي ما شفنا java c java doc كل الأوامر هذي راح يوريكي إياها الخطوة اللي بعدها أنه إلى الآن على الرغم من أنه سوى installation ورجاء الانتباه النقطة هذه على الرغم من أنه سوى installation للjava وانت زين لما تسوي installation jdk وتنتهي منه لما تروح وتحاول من سطر الأوامر الـ command prompt لما تحاول أنك تسوي java c ما زال عندك مشكلة غير معروف زين فانتبه للنقطة هذه لا يكفي فقط أنك تسوي installation للjava لازم الخطوة التالية وهي إضافة الجافة للـ path اللي عندك زين والطريقة هي كالتالي تروح للـ system and security control panel system and security بعدين تضغط على system زين بعد كده تروح الـ طبعا هو عنده ويندوز 8 أخلو نشغل الفيديو أفضل يعني أخلو نشغل الفيديو هنا ونشوف من البداية كيف كيف سوى تروح الـ control panel اللي هي لوحة التحكم بعدين راح system and security لحظة الحين بعد كذا راح يروح للسيستم اللي والنظام بعد كذا راح عددات متقدمة بعد كذا الآن راح يروح للنظام المتغيرات البيئة الآن تحتاج هنا أنك تعلم الويندوز تخبر الويندوز وين يكون وين الجافة موجودة خلوا شوف كيف سواهو راح يعرف شي اسمه جابا هوم او شي عدل على الباث لاحظوا راح عدل على الباث هنا زين راح أخذ الباث هذا زين حط فاصلة منقوطة مهم جدا حط في نهاية فاصلة منقوطة بعدين نقطتين program files راح المكان اللي موجود في الجافة jdk اللي تذكرون شفناه قبل شوي سين هذا هو المكان اللي هو هذا شوفتوا كيف بس اللي program file c program files java بعدين jdk بس انتبه طبعا هنا انك تمنى انتظر شوي ايه مضبطة طيب الان اعرف الباث سين الان اصبح بامكانك الدخول لكن بشرط انك طبعا تسوي يمكن لوج اوت احتمال اللي يحتاج انك تسوي لوج اوت نشوف اذا كان نحاول مرة ثانية اين ما يحتاج لوج اوت لكن في بعض الحين قد تحتاج لوج اوت او تسجيل خروج من النظام ثم تسجيل دخول او تسوي ريستارت اعادة تشغيل للنظام وبالطريقة هذه تكون الجافا جافا سي امر جافا سي شغال معك وتكون ثبت الجافا ديفلوبمنت كت زين على الويندوز او حزمة تطوير برمجيات الجافا شكرا شكرا شكرا